يعني اللي دا شوفه انه الشباب والبنان دا يتأثرون بالمسلسلات وبدأ يتأثرون بمشاهير السوشال ميديا وايضا انهم تأثير كبير جدا في هذا الشأن فهو يشوفه ربما البنت تشوف هذه المشهورة ساعة بالأسبوع وتتخيل انه هي امورها الحياتية وامورها المعاشية وعلاقاتها ووضعها توب توب يعني بما تشوفها خلال هاي الساعة المختزلة ما تتطلع على حياتها بالكامل فتحاول تقلدها بأظهر شيء عندها اللي هو موضوع الشكل وبالتالي تقع في هذه المطبات وايضا غياب ربما التربية الاسرية والنصح العام بهذا الاتجاه ايضا يخلي البنته ويخلي الشاب فقير حال في موضوع الاخلاق وفي موضوع العقل وتنمية المهارات فيتجه على اسهل شيء اسهل شيء واكثر ما يجذب المقابل اللي هو موضوع الشكل طبعا دكتور اذا اتناولنا الموضوع من هذا الجانب وخلينا نتناوله من جانب شرعي اخر هل تعلم ان هذا الموضوع فيه تدليس وفيه حرمة شرعية يعني شكل اشكال الغش يعني التدليس والغش بالجمال بالنسبة للبنت وبالنسبة للولد فيعني هذا شرعا محرم وكثير من الشباب يتزوجون قبل الزواج المرأة الشكل يقول وبعد الزواج المرأة الشكل وهذا نتكلم به دائما احنا هذا الموضوع يعني الموضوع وصل حتى عند الشباب يعني الشباب عادة الرجال خلي اسمحوا انه بعض الرجال الرجل يتجمل برجولته قبل الزواج وبعض الاحيان يتصنع ببعض الملائكية هذه سرعان ما تزول في اول يوم الزواج المرأة تكشفها على حقيقته او في فترة الخطوبة منصير مشكلة مشكلتين تكشفها على حقيقة ما يتحمل مسؤولية طبعا جمال الروح يروح جمال الشخصية والجمال الحقيق يروح بهذه التصرفات بس احنا موضوعنا موضوع الشرعي اللي هو يعني اللي تكلمت علي حضرتك اللي هو الواقع الافتراضي هذا الواقع الافتراضي اذا الان الاهل الدراسات وموضوع المحامين اللي يشكون من موضوع نسب الطلاق العالية في العراق عالية جدا يصل الى الستالاف والسبعتالاف شهريا فاهل البحوث والدراسات يعني انا عندما اطلع على دراساتهم ثبت ان الامر الاول هو موضوع الحياة الافتراضية الحياة الافتراضية المكتسبة من فيلم حياة افتراضية مكتسبة من مسلسل حياة افتراضية تظن أن هذا الشاب سيعيش معها على بلاج وعلى ساحل بحر وستعيش على الصرف كما تشاء لين ونهار فبالتالي المسكينة تأتي تنصدم بهذا الشاب نتكلم عن شابنا العراقي شاب العراقي الذي ربما يعيش على مرتبه أو شيء فوق المرتب يعدو بعيش حياة بسيطة فتنظر لا توجد سيارة لا يوجد ساحل بحر لا يوجد ألبس كما تريد فبالتالي رح ينظروا بعدها مثل ما الحالة الأولى نضرب أبو الجمال الروح والقلب رح ينظروا بعدها موضوع الزواج كله بل على إيدي كثير من البنات طلقنا بسبب هذا الحياة الافتراضية تتصل تقول والله يا شيخ أنا كنت أظن نشتري بيت في العراق ونشتري بيت خارج العراق وفي دولة أخرى وفي دولة ثالثة طبعا عايشة في هذا يقول فجئنا إلى حياتنا وجدنا أنه لا يستطيع أن يدفع مرتب شهر إيجار